يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله من الذي يحكم بالتكفير على الشخص الذي يحكم أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الأحكام وينزلونها منازلها ما هو بالعوام أو المتعالمون أو أهل الأهواء إنما الذي يحكم بها لهم أهل العلم والبصيرة نعم يحكمون بكفر شخص بعد إيمانه لابد من أهل العلم وأهل البصيرة المعين لابد من إقامة الحج عليه عند القاضي يعني قد يكون له عذر قد يكون متأولا قد يكون لازم ما يكفر المعين إلا عند القاضي في المحكمة الشرعية أما العموم أن يقال من فعل كذا فهو كافر من فعل كذا من دعا غير الله من أشرك بالله من ذبح لغير الله فهو كافر العموم نعم يكفر بالعموم لكن المعين لا ما يكفر الله عند القاضي لأنه ربما يكون له عذر وما يكون جاهلا ربما يكون مكرها ربما يكون له عذر فلابد من هذا عند الحاكم ربما يكون له عذر ترجمة نانسي قنقر